اهلا بحضراتكم من جديد وفقرة اونس بط والحقيقة فقرة اونس بط المرة دي مختلفة تماما خليك في البيت وزبط كده كباية نسكافيه وشغل دماغك واستمتع بكشف للتاريخ اكيد اكيد ما شفتوش قبل كده بالنسبة كبيرة جدا وهو القاء الضوء على احد اهم المواسم في تاريخ النادي الاهلي اللي كان دايما بيتم تدول بعض الكلام عليها استنادا لهدف كابتن حسن شحاتة الملغي موضوع كبير جدا يمكن ربما هدف حسن شحاتة الملغي اللي هو بالمناسبة هدف صحيح جدا كان فقل خير اننا نبحث بشكل كبير جدا في موسم 81-82 عشان نفهم الدنيا كانت ماشية ازاي فاكتشفنا حاجات تاريخية ربما تكون بتعرض هنا لاول مرة عن دوري 81-82 وهنرد عن كل حاجة خاصة بفكرة هل بالفعل هدف كابتن حسن شحاتة الملغي اهدى الدوري للنادي الاهلي وهل بالفعل في مؤامرة قديمة على نادي الزمالك بالاخطاء التحكمية ده كلام هنتناوله يا فارس ونزبط واعتقد هيكون مهم جدا هنرد عليه يا احمد لان فيه نوعين من الطرح انت ممكن تطرح تقول انا تعرضت لضرر ما والضرر ده ادى ان انا فقدت لقب ولكن المعيارية هتلاقي ان الضرر ده فعلا افقدك البطولة انما فيه طرح تاني بتعمل فيه اجتزاء يا احمد للحظة ما او لقطة ما تبني عليها حكم عام ان اللقطة دي افقدتك اللقب احنا دورنا النهاردة ان احنا نزيل كل اجتزاء اعتقد ما فيش اكتر من ازالة الاجتزاء من احنا نبدأ يا اسامة بتسلسلنا بقى مع الناس اولا احنا ناخد بس الجانب او الشق المؤامراتي هل بالفعل فيه مؤامرة تحكمية لاهداء النادي الاهلي البطولة او المسابقة تاريخيا مفيش افضل من كابتن حسن شحاته صاحب الهدف نفسه اللي ممكن يتكلم لنا عن هدف حسن شحاته الملغي في مسموعة 182 افصايت هو اتحسب على الاساس افصايت وهقولك حاجة غريبة جدا اه كابتن عبرقوف عبازيز كان حامل راية وده من اكبر الزمال الكوية اللي موجودين في مصر والواحدة را عامل كده الكابتن حسام كمان قاعد يقوله فين 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 خلينا نكون متفقين ان الهدف صحيح وبالفعل خطأ فادح جدا وطبعا حامل الرأي هو المسؤول الاول عن احتساب التسلل واللي حصل ان الكابتن حسن شحاته بيقول ان ده من اكبر الزمال الكوية الموجودين في مصر يعني حكم معروف انتماءه منذ البداية وطبعا احنا تاريخيا استعرضنا حكام كتير جدا كانوا كمان منتمين لعائلات زمال الكوية بيقودوا مبارات القمة فده حكم كمان صاحب الغاء الهدف هو زمال الكاوي بحث ومن اكبر الزمال الكوية ما اعتقدش ان يكون حكم زمال الكاوي يتعمد او يعمل مؤمر عن نادي الزمال بس احمد يا فاق شق صغير هنفرض ان الحكم زمال الكاوي ولكن هو لاي سبب ما هو قال انا اخطأت وكأنه خطأ متعمد طيب فيش هذا بتبينلك هل الحكم كان عنده اي شبهة تعمد يعني الاول حكم زمال كاوي طيب بعد ما هو زمال كاوي هل حتى رغم انه هو زمال كاوي في اي شيء يشير الى شبهة تعمد تعالوا نطلع نشوف الفيديو اللي بيتكلم فيه نجله الحكم السابق برضو كابتن ياسر عبدالرقوف عبدالعزيز وهو بيقول رأي والده في اللعبة الرأي ده مهم جدا نسجله عشان ننتقل لمرحلة تانية نطلع نشوف الفيديو هو بيتكلم من خلال انطبعات الناس انا عايز اقولك ان الكابتن لغاية ثلاث سنين فاته كان مقتلع مليون في المين هو كره سليم ما شافش الكوره فيديو بعد كذا لا 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 ولا هو بيتفرج ولا هو في دماغه وانا كره سليم انا الصح الموضوع متاهد اذا الحكم زمال كاوي اذا الحكم اخد القرار وهو عنده قناعة تمة ان القرار اللي اخده سليم ولكن رغم انه هو زمال كاوي ورغم انه هو اخد القرار بدون اي اهواء هنقول ان القرار ده افقد نادي الزمالك لقب لصالح النادي الاهلي طيب هل ده صحيح ده اللي حنستعرضه عشان نشوف هل فعلا اللقطة اللي كان فيها الخطأ ده طيب الزمالك دوري ولا الدور ده كان دعم الزمالك بدر بدر طبعا احنا زي ما بنقول بنأكد تاني ان الهدف صحيح وربما الهدف ده كان منح لنادي الزمالك الفوز على النادي الاهلي في المباراة دي الحقيقة عشان نشوف الجدول هو اللي هيوضح حال المباراة دي بالفعل كانت مباراة دوري وهنتطرد ان النادي الزمالك حقق الفوز لو استعرضنا جدول الدوري هنلاقي ان النادي الاهلي عنده اربعين نقطة او انها المسابقة هو عنده اربعين نقطة ونادي الزمالك عنده سبعة وتلاتين نقطة لان النادي الزمالك اتهزم من المأولين العرب بعد مواجهة الاهلي والنادي الاهلي اتعادل مع المينيا اربعين نقطة وسبعة وتلاتين نقطة تفرق تلات نقطة وقتها الفوز كان بنقطتين لكن البعض بيقول انت ازاي تخسرني ماش كمة وعايزني ادخل مباراة المأولين وأنا عندي طموحات الفوز خاصة أن الأهلي والمينيا لعبوا قبل الزمالك والمقاولين بيوم وتقريباً مش تقريباً ده تأكيداً الدوري كان اتحسم أنت معاك حق وهنديك حقك وال37 نقطة دول هنحسب لك منهم نقطة مطش الأهلي اللي أنت فيها جول حسن شحاتا لأنه كان كل الفرقتين كل واحد اقتصم نقطة فهتبقى أنت 38 نقطة ونادي الأهلي هيقل النقطة اللي خدها من التعادل فهيبقى 39 نقطة وأنا أحسب كمان أنت دخلت مباراة المقاولين العرب بمعنويات الفوز على مطش النادي الأهلي فهتبقى وصلت للنقطة 40 والنادي الأهلي 39 وكده على كلامك المكتزق بس النادي الزمالك راح منه بطولة الدوري أو تحولت للنادي الأهلي بسبب الجلدة بس أنت طالبت بحقك وإحنا بنتديك حق نقطتين مطش القمة بتوعك لكن طب ما تيجي ناخد منك حقوق الأندية الأخرى هو ده الأزمات اللي احنا هنستعرضها في موسم 81-82 وينسيب الحكم لضمير كنتة لما تعرف الأزمات اللي قدر نادي الزمالك يستفيد منها من أخطاء أقل ما فيها في الموسم ده هو خطأ دوري جول حسن شحة المالغة لأن الأخطاء دي على مستوى إداري وكمان أخطاء متعمدة وداخل فيها الميول والاتجاهات وهو ده يا أحمد اللي احنا هنعمله معاكو فكرة توحيد المعيرية احفظوا معانا الكلمة دي رحنا للسيناريو الافتراضي اللي هو أنت مش مقر بيه أن ده خطأ في النهاية الخطأ وارد لا أنت بتقول الخطأ الافتراضي ده لو مش موجود أنا كان حصل كذا بالتالي هنروح معاكو لعبة الافتراضات ونقول لو الافتراضات الآتية اللي هنستعرضها مش موجودة كان وضع الزمالك في الناحية وبيه وضع الأهل ايه نروح لأول حاجة افتراضية معانا وهي مباراة الزمالك وفريق غزل دمياط المباراة دي انتهت لصالح نادي الزمالك المباراة دي بتعادل ما بين الزمالك ودمياط زي ما انتوا شايفين في الخاربر الزمالك ودمياط يتعدلان بدون أهداف اختفى نجوم الزمالك وتقلق حسن شحاته واحده طيب لحد هنا الأمور طبيعية مباراة الزمالك خد فيها نقطة ودمياط خد فيها نقطة طب ايه المشكلة المشكلة ان دمياط كان يقدر في المباراة دي مش يقدر ده كان يستحق الفوز نتيجة هدف تم إلغاءه لنادي دمياط بشكل كل الصحف كتبت انه هو غير طبيعي وغير منطقي ويدعو للدهشة هل ده مجرد افتراضات او كلام مننا لا احنا جبنا في واقعة هدف كابتن حسن شحاته ردود توحي ان ما كانش فيه نواية بس عندنا هنا ردود تبرر نواية غير مفهومة ولو رحنا لجارة الاخبار اللي نشرت وقتها خبر بيقول هدف صحيح لدمياط الغاه الحكم هذه الواقعة التي نشاهدها في الصور السلاس الصور كانت معروضة لهدف لهدف صحيح لغزل دمياط الغاه الحكم ابراهيم رميح ففي الصورة الاولى عادل المأمور حارس الزمالك يحاول ان يسترد القرى التي ارتدت من يده قبل ان تصل لقدم محمد صالح ده كان مهاجم غزل دمياط الذي اسرع بخطفها من امامي كما في الصورة الثانية ده الراجل جاب اللقطاب يتخطى ومعه الكرة ليودعها داخل مرمى الزمالك فرحا سعيدا كما يظهر في الصورة الثالثة لحد هنا كل شيء طبيعي ولكن ونقف عند ولكن الحكم الغى الهدف واحتسبها فاول على محمد صالح مهاجم غزل دمياط ليه معرفش ده اللي الكتب نصا ليه معرفش والحقيقة ان في جريدة الاخبار وفي جريدة الاهرار وفي كل من تناول هذه الوقعة كان لسان حاله ان سبب الغاء الهدف غير معلوم وغير مفهوم وغير مبرر لاي سبب لو اول نقطة انتزعناها من نادي الزمالك امام غزل دمياط بتعادل غير مستحق نتيجة هدف مستحق لغزل دمياط اتلغى كده حنشيل نقطة من نادي الزمالك خدها بدون وجه حق ولكن سدقوني ده مش اول النقاط كده لو انت مركز معنا الجدول بقى تسعة وتلاتين نقطة زمالك بعد ما كان اربعين نزل نقطة والالي زي ما هو تسعة وتلاتين ازمة غزل دمياط تقدم فيها نادي غزل دمياط للجنة الدوري بتظل مواضح لان الهدف صحيح لجنة الدوري قالت لن نأخذ غير بتقرير الحكم وبما ان الحكم لغى الهدف فالنتيجة صفر صفر هنا كان معيار لازم ناخد بالنا منه لجنة الدوري قالت تقرير الحكم وبرضو لجنة الدوري في مباراة تانية مباراة الزمالك والاتحاد دي بقى اللي اثرت على الموسم بشكل كبير جدا قبلها الزمالك ونادي الولمبي بيلعب بتاريخ 13 فبراير 1982 انهزم الزمالك امام الولمبي 2-1 عادل مأمور ومحمد سعيد بعد المباراة منتهت راحوا حاولوا يتعدوا على الحكم بالسب الحكم كتب الكلام ده في تقريره بس انا عايز اوضح نقطة ان المباراة كانت 13 فبراير في الوقت اللي كان بيلعب فيه النادل اهلي مع البلاستيك 14 فبراير لانها تكتشفوا ان المباراة اللي بعد كده الزمالك والاتحاد بتاريخ 20 فبراير يعني 7 ايام فرق في الوقت اللي الاهل هيلعب فيه المصري متصدر الدوري وقتها يوم 19 فبراير يعني 5 ايام فرق واضح جدا ان فكرة المباراة قبلنا بيوم وبعدين بيوم رجع من ايام حسن شحاته الملغي لكن نرجع لقرار لجنة الدوري بعد مباراة الزمالك والالنبي هو ايقاف عدل مأمور لمدة 3 مباريات وايقاف محمد سعيد الاتنين لعيب النادي الزمالك لمدة 6 مباريات نيجي للحدث طبعا هنسترد ده الخبر عشان بس بنؤكد ان كل الاخبار موثقة ايقاف محمد سعيد 6 مباريات وعادل مأمور 3 مباريات انذار وغرامة 200 جنيه النادي المنصورة دي طبعا كانت في مباراة تانية في نفس الاسبوع لحد هنا الامور طبعية جدا ولجنة الدوري زي ما افادت الزمالك او ادت الزمالك نقطة غير مستحقة في مراد غازل لضميات كمان عقبة اللعبين بناء هنا على تقرير الحكم وهنا على تقرير الحكم لكن الزمالك يحب تقرير الحكم لما تكون النتيجة لصالحه لكن لما تكون النتيجة ضده انا مستبعد تماما فكرة تقرير الحكم ليظهر بطل هذا الموسم وللأسف بالمشاكل في الدوري هو الكابتن محمد لطيف الكابتن محمد لطيف عضو مجلس ادارة نادي الزمالك وكان النائب او رئيس اتحاد كرة القدم المصري بالانابة بعد استقالة رئيس الاتحاد مصطفى الواني للأجواء الغير يضاء اللي هو كان شايفة وبعد ما الوزارة تدخلت وشالت محمد احمد رئيس اتحاد كرة السابق بسبب اخفاق منتخب مصر في الصعود لبطولة 1982 امام المغرب عمل ايه كابتن محمد لطيف خرق كل اللوائح بعد جواب من نادي الزمالك وهو عضو مجلس ادارته لاتحاد كرة القدم اللي هو رئيسه بالانابة قال فيه ان انا بطلب التحقيق مع اللاعبين المفروض اللوائح بتقول ان رئيس اتحاد كرة القدم يعرض الخطاب على اعضاء اتحاد كرة القدم عشان هما اللي لهم لو احيا ان هما يعيدوا النظر في قرار لجنة الدوري لكن طبعا كابتن محمد لطيف ما عملش كده وطلق على رئيس جهاز الرياضة اللي هو لاعب السلة السابق في النادي الاهلي الكابتن يوسف ابو اوف عشان يصدر قرار يبعثوا لاتحاد كرة القدم ان اوقفوا او اخروا ايقاف اللاعبين لحين الخضوة للتحقيق ولعبوهم مباراة الاتحاد نشوف الخبر بتاع الارجاء السورة اللي بعد كده عمارة عشان برضو نوسط كل قرار من القرارات دي ده جهاز الرياضة ابو اوف يرجع سريان عقوبة القرى ويشكل لجنة الاتحاية ده بتاريخ 19 فبراير وكانت مباراة الزمالك والاتحاد 20 فبراير لعب الزمالك والاتحاد المباراة بمشاركة عادل المأمور ومحمد سعيد بعد الحصانة اللي اتخذها اللاعبين من عضو مجلس دارة نادي الزمالك ورئيس اتحاد القرى بالانابة اللي حصل ايه بالزبط كده اتحاد تقدم بشاكوى لجنة بطولة الدوري تقدم استقالتها الاتحاد كرة القدم وتطلب عقد جامعية عمومية غير عادية لاندية العرض هذه الاستقالة اللجنة تكرر اعتبار الزمالك ميزومة امام الاتحاد 2-0 وغرامة مالية على الاهلي ده كان بعد المباراة ده كان بعد المباراة وبعد شكوة الاتحاد ده بقى موضوع مهم جداً ان الكابتن محمد لطيف معجبوش القرار وقر النتيجة اللي خلصت بها مجرات الزمالك والاتحاد وضرب بقرار لجنة الدوري عرض الحائط الامر كمان انه قبل اوافق على استقالة لجنة الدوري ان الامر كان لاحياً لازم جمعية عمومية هي اللي اتقرر استقالة لجنة الدوري وده اللي اقرر رئيس الاتحاد السابق الكابتن مصطفى علوان لما ادخل يوسف عبعوف وحاول يطلب استشارته قالوا انت خدت قرار خطأ المفروض القرار لجنة الدوري ساري على الجميع وما فيش اي مشاكل او اي حد يقدر يراجع القرار ده الا اعضاء مجلس دوري الاتحاد مش رئيس اللجنة لكن كان في استقالة لجنة الدوري يا فارس اسباب ست اسباب بالضبط يا احمد هنا بنتكلم في لجنة واخدى موقف ما بين نزاع شخص مسؤول عن الاتحاد تنازل عن مسئوليته تجاه كل الاندية واصبح بيخدم اعتبارات نادي معين ده اللي هنستكشفه من الاسباب وهنستكشفه كمان في رئيس اللجنة من عدة اندية السبب بيقول السبب الاول خطاب السيد رئيس جهاز الرياضة الى اتحاد الكرة كان يرجو فيه وقف تنفيذ قرارات اقاف اللاعبين حتى يتم اجراء التحقيق ولم يكن قرارا منا بذلك ومن حق التوجيه وليس من حق اتخاذ القرار في هذا الشأن هنا اللجنة المنوط بيها يا احمد ادارة المسابقة بشكل واضح بتتعجب من فكرة التدخل في قراراتها بشكل غير واضح وعدم الاخذ بيها واغضاع اللاعبين لشكل اخر خالص غير العقوبة اللي هي اتخذتها وهنستعرف الاسباب التانية يا احمد السبب التاني وده مهم جدا وهتلاقوه مطول معنا ذكر دايما السيد محمد لطيف السبب التاني بيقوله تصرع السيد محمد لطيف وكيل الاتحاد وانفراده بالرأي بعرض الموضوع على السيد رئيس جهاز الرياضة وكان الاخدر به ان يقوم بعرض الموضوع على مجلس الادارة حيث انها هو الجهة الوحيدة المختصة التي تملك تعديل قرار لجنة بطولة الاندية في اطار اللائحة الناس بتتكلم لائحيا جدا يا جماعة ده ده اللي هنعرفه كمان من السبب التالت قرار لجنة بطولة الاندية بخصوص احداث مباراة الولمبيو الزمالك اللي هي محل الاعترار بتاع نادي الاتحاد فيما بعد صحيح طبقا للائحة وليس لأحد الحق في إلغاءة أو تعديلة سوى مجلس إدارة الاتحاد في حدود اللائحة وهو الأمر الذي يتم حتى الآن زي ما قولنا يا أحمد وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن زي ما قولنا يا أحمد اللجنة بتتكلم ان انا واخد قرار بلوايح وانت بتلغيه لأهواء لحظة جماعة ان ده اللجنة اللي قررت ان هي تحسب المباراة بفوز نادي الاتحاد اللي هو كان هيغير خالص من الشكل شوفوا مسبباتها عشان ما تتخدوش وتنسوا ايه سبب أساسا المشكلة السابر الرابع ان عرض هذا الموضوع على السيد رئيس جهاز الرياضة يعتبر تنازلا من الاتحاد عن اختصاصاته والله كويس جدا اللجنة بتوضح الاتحاد اختصاصاته هروبا من اتخاذ القرار المناسب هروبا من اتخاذ القرار المناسب الأمر الذي تم بمعرفة السيد محمد لطيف وكيل الاتحاد بالرغم من انه غير مفوض من قبل مجلس إدارة الاتحاد بعرض هذا الموضوع على السيد رئيس جهاز الرياضة يعني الموضوع واضح أنت المفروض تعرضه على الأعضاء وغير مفوض من الأعضاء أنك تعرضه على السيد رئيس جاهز الرياضة ولكن أنت خدت القرار طبقا لما يخدم مصلحة الزمال السبب بقى الجاية يا أحمد ده ضربة في مقتل لأي تشكيك في اللجنة لها قالت أنت ممكن تفترض أن أنت بتسناد لبند تاي في اللايحة طب أنا بقى حكلمك عن المعمول بيه في المسابقة نفسها قالت له إيه بقى تم إيقاف وشط بأكثر من مئة لاعب في الدوري بدرجاته المختلفة خلال هذا الموسم طبقا لتقارير الحكام اللي هم أخدوا به ودون التحقيق مع اللاعبين البدعة اللي ابتدعها هو عشان خاطر ينقذهم حيث أن تقارير الحكام هي المستند الوحيد لاتخاذ القرار طبقا لللايحة هنا بتفضح التوجهات اللي فيها خلل المعيارية اللي هي اللي احنا ماشيين عليها من أساس بداية الفقر والسادس في الجول إن لجنة بطولة الأندية لا يمكن قبول الأوضاع التي انتهى إليها اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بتاريخ 21 فبراير اللي هم ما خدوش فيه بقرار اللجنة والذي ثبت فيه أن الاتحاد يكيل بميكالين ويتنازل عن اختصاصاته ولا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية الأخرى ولا يعمل لمصلحة اللعبة الشعبية الأولى في مصر موضوع واضح جدا ولجنة الدوري معها كل المسببات إنها تقدم اتقالتها وبرغم إن الجامعية العامية هي اللي لها الحق الأصيل في قبول الاستقالة قبلها الكابتن محمد لطيف كل ده عشان القرار اللي صادر من لجنة الدوري العادل ضد ما يخدم مصلحة نادي الزمالك اللي الكابتن محمد لطيف كان وقتها عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عشان إنت بقى قلت عادل يا أحمد فيه سياق مكمل بيؤكد فكرة عدالة القرار ممكن يا أحمد نشوف في أوقات إن رئيس الاتحاد واخد قرار وأحد اللي جان عندها اختلاف على القرار فأكيد اللي جان الأخرى بتتبع رئيس الاتحاد ولكن في وقعة مشرفة لحكام مصر بيان هام لحكام الكرة قالت فيه يا أحمد ثلاث أسباب بتؤكد أربع أسباب بتؤكد فيه إن القرار كان غريب وغير منطقي وغير مقبول وكأنهم بيقولوا كده يا أحمد إحنا بننقى بنفسنا عن هذه المهزلة لما قالوا إن الأساس أن لا تحقيق فيما يرد بتحقيق الحكام أو الحكم تبقى لقانون الاتحاد الدولي ولائحة الاتحاد المحلي وقالت أنها تحترم قرارات اللي جان تبقى لما خولتها اللوائح والقوانين المعتمدة على جميع الأندية سواء ثالثا يا أحمد أنه لا تدخل بي الصورة في عرقالة أو تمياء القرارات لمصلحة نادي على الآخر صعب جدا ومقصود رابعا أنه لا يمكن لحكم أن يدير مباراة بين العبين لهم حصانة خاصة وآخرين عليهم أشد العقاب بالمناسبة لجنة الدوري قدمت ستالتها لجنة الحكام أصدرت البيان ده ووضحت أن فيه الكيل بميكالين وأن العيب نادي الزمالك لهم حصانة خاصة في التعامل ومش هتقدر تتعامل بشكل ده الأهم من كل ده أنه وقتها اتكتب صحفيا أن كواس قوي أن كابتن محمد لطيف ما اعتردش على انقابة الصحفيين أنها بتتناول الأخبار وكان رجل المرحلة بشكل غريب جدا وكان ميوله وانتماؤه واضح جدا فعمله بشكل أكبر من اللازم وكان واضح خدمة نادي الزمالك والحقيقة عمل موقف أيضا وقتها كان لازم دايما يحصل التوازن أي مشكلة تحصل عند نادي الزمالك وإيقافات لعبين لازم ندخل فيها النادي الآهلي والحقيقة كابتن محمد لطيف قدر يعمل عملية التوازن دي ويدخل النادي الآهلي في الموضوع من خلال هيدرو جوت الخبير الألماني اللي كان وقتها مدير فني لمنتخب مصر بيلعبه مباراة ودية مباراة ودية مع نادي دينمو بوخارست والمباراة دي كانت بعد مباراة الآهلي والبلاستيك بيومين وقبل مباراة الآهلي والمصري بيومين فالراجل طلب من النادي الآهلي 11 لعب كابتن حسن حمدي وقتها كان مدير القرى رح له عمل معه اجتماع في اتحاد القرى وقال له أنا ما عنديش ال11 لعب دول لإني فيه لعبين مصابين ومنهم كابتن حسن البادري أصلا بيتعالج في لندن أنا أجيبه لك إزاي ينضم فالأمر استكره على سبع أسماء ليس من بينهم الكابتن محمود الخطيب اللي كان بقاله 3 شهور ما لعبش غير مباراة وشوت ولسه راجع فمش هنقدر نضمه لعب الكابتن محمود الخطيب ده كان صباح مباراة الآهلي والبلاستيك لعب مباراة الآهلي والبلاستيك جاله شد واتصاب اتعرض على طبيب الفريق هيدري كود رجع في كلامه وقال أنا عايز الخطيب معي أعرضوه على طبيب المنتخب طبيب المنتخب المصاب الراجل أصر على اللاعبين معهم كابتن محمود الخطيب وإن يلعب المباراة دي حتى هو مصاب هنا تدخل الكابتن حسن حمدي للحفاظ على حقوق لعبيه وحقوق الناد الآهلي إزاي أنت تطلب لعب لعب يوم الحد يلعب مباراة يوم الثلاثة ومصاب أساسا في المباراة ومش هيلعب مباراة المصري وبالفعل اتأخر اللاعبين ووصلوا يوم المباراة رفض هيدروكوت إلعابهم المباراة فاتخذ الكابتن محمد لطيف النقطة اللي يساوي فيها بين الآهلي والزمالك وقال لك نحط عقوبات على لعبي النادي الآهلي الدوليين حطا بعد مباراة المنتخب المدينة بوكراست ولا بعد مباراة الآهلي والمصري لا حطا لما اكتشف أن في مشكلة بمراض الزمالك والاتحاد فمحاطة دي وصاد دي فنتجت مشكلة كبيرة واللعب توقف خلالها اتقدم الاتحاد السكندري باعتراض على لجنة التحكيم على اتحاد الكرة اتقدم المصري البرصعيدي باحتجاج على اتحاد الكرة اتقدم نادي الترسانة باحتجاج على اتحاد الكرة اتقدم نادي الاسماعيلي على اتحاد الكرة تقريبا ما كانش فيه نادي طايع اتحاد الكرة في الوقت ده للكرارات اللي باتخذها باستثناء نادي الزمالك اجتمع رئيس جهاز الرياضة وقتها بالرؤساء الاندية ورؤساء الاتحاد واتفقوا على تأجيل مباراة الإسبوع الـ 15 اللي هي كانت إيه بقى اللي هي كاتبها مباراة القمة الأهلي والزمالك في بداية الدور التاني فاتأجلك لنهاية الموسم الخبر هو تأجيل مباراة الدوري في الإسبوعين القادمين إلى نهاية الدوري وتنفيذ قرارات الاتحاد التي اتخذها في جلساته ونسيح أن أقول لك ليه قالوا الإسبوعين لأنه لما تأجل الإسبوع الـ 15 نادي المصر البورسعي كان متصدر الجدول فقال لك أنت بتأجلي المباراة الاسبوع التاني عشان يبقى فيه تكافؤ فرص فخده الاسبوع التاني اللي هو الاهلي هيلعب فيه المنيع والزمالك هيلعب فيه المقاولين لتأجيل لنهاية الموسم. اللي هو الدولة الاخيرة اللي احنا نتكلمنا عليها في البداية بتاعة الدولة. يبقى دي كمان نقطة غير مستحقة لنادي الزمالك خدها بانا من وجهة نظري. خطأ حسن شحاطة ارحم بكتير من اللي بيحصل ده. خطأ حسن شحاطة حامل الراية بيرفع الرايف ثانية والراجل مش متعمد. لكن اللي كان بيحصل في مباراة الزمالك والاتحاد واللي وقف القرى اسبوعين في مصر في الموسم ده كان متعمد جدا عشان بس الناس اللي بتقول اتحاد القرى اهلاوي اتأجلت المباراة لكن كان فيه نقطة تانية فارس برضو فقدها نادي الزمالك او اخدها نادي الزمالك ولا استحقا. احنا كده يا احمد اتكلمنا في النقطة الخاصة بمباراة الاتحاد واتكلمنا في النقطة الخاصة بغزل اه دمياط ووضحنا لكم ازاي نادي الزمالك بنفس المعيار اللي قلناه في الاول الاخطاء اللي افتراضية بنطبق ان هي كانت مش موجودة كان نادي الزمالك هيخسر هزي النقاط. ولكن عشان برضو ما نعديش النقطة دي فرق كبير اوي جدا جدا بين قرار حكم وبين فضيحة لا يمكن لا يمكن لا يمكن ان احنا كنا نتجاوز عنها كان فيه ناس لها مواقف عظيمة فيها. ولكن عندنا مباراة المنصورة اللي تلاغت وتحسب فوز اعتباري لنادي الزمالك وعايزين نقول ان ده موسم النقاط الاعتبارية لان كمان قدام المصري احمد كان فيه فوز اعتباري لنادي الزمالك بعد تسجيل هدف المصري زي ما احمد كان بقول لكم من شوية كان متصدر فمش متصدر في الجولة اللي فعل الغاء ولكن احنا بنتكلم انه نادي كان قوي جدا الهدف اللي دخله نادي الزمالك فيه كان فيه اعتراضات وفوز اعتباري فاحنا بنتكلم ايه ان موسم النقاط الاعتبارية استقالة محمد وصف من مجلس التحرك وكاتف ومساببات وان الكابت محمد لطيف ينفرد بالقرارات. بالزبط زي ما اعكدنا بقى احنا خلاص تجاوزنا عن النقطة دي مباراة المنصورة ونادي الزمالك